انعقد أمس بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات الاجتماع الأول لللجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات وبمتبعة تنفيذ الاتفاقية المنشئة للمنطقة القرية الإفريقية للتبدل الحر زلكافة والتي تضم ممثلين عن القطاع العام والخاص يأتي هذا الاجتماع الأول لللجنة وفق بلاغ صادر عن الوزارة في إطار الإعداد لتقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية زلكافة وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التي ستتولى كذلك تقديم المسودة الأولية للدراسة التي أعدتها بطلب من الجانب التونسي حول العرض التونسي التصديري من السلع والخدمات نحو السوق الإفريقية وأوضحت رئيسة ديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات لم يعبروك أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ثمينة لتونس لتنميع الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء كما ستمكن من الرفع من المبادلات التجارية في الاتجاهين وبالتالي تحقيق اندماج أكثر للاقتصاد التونسي في الفضاء الإفريقي